يبدو أن الأحداث في الجنوب السوري لن يكتب لها نهاية قريبة بعد توقيع اتفاقات المصالحة بريف درع الشرقي جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم الدولة تصدر المشهد في درع خلال اليومين الماضيين وكالة أعماق الناطقة باسم تنظيم الدولة قالت أن أحد عناصر جيش خالد فجر سيارة مفخخة في نقطة تجمع للقوات الروسية وقوات النظام في سرية سد زيزون بريف درع الغربي موقع أكثر من 35 قتيلا منهم بحسب الوكالة الانفجار داخل القرية اعترفت به صفحات موالية للنظام ونعت مقتل وجرح العشرات من قوات الأسد داخل القرية التفجير جاء بعد انتشار قوات النظام والشرطة الروسية على طول الحدود السورية الأردنية واقترابها من نقاط لا تبعد سوى عدة كيلومترات فقط عن مناطق تواجد التنظيم بريف درع الغربي وزارة الدفاع الروسية عقبت على الحادثة بنفي مقتل العسكريين روسيين واتهمت التنظيم بنشر أنباء كاذبة بشكل متعمد واستكمالا لاتفاقات المصالحة الموقعة بين الفصائل وروسيا استعاد النظام السيطرة على منطقة غرز وصوامع الحبوب جنوب شرق درع المدينة وحي الجمهور القديم وكتيبة الهجانة جنوب غرب المدينة وفدا روسيا والفعاليات في درعه اتفق على استلام الفصائل إدارة بعض المناطق في درعه والقرى المحيطة بها وذلك خلال اجتماع عقد داخل مدينة بصر الشام وفق ما ذكرت مصادر محلية